بالجانب المحلي قبل ما ننتقل لدوري أبطال إفريق ليه كده؟ يعني نشوف شوية اللي بيحصل في الشأن المحلي عند شوية تفاصيل كده نتخاني من الأخبار نازلة في المواقع النهاردة مش هني تخاني الجامد يعني تعالوا مع بعض نشوف النهاردة السوشيال ميديا اتكلمت وبروزت ايه في العدد من الأخبار أول حاجة معايا حسابي يلا كورة على منصة اكس انكين وكيل القندوسي في تصرحات قال المفاوضات شبه انتهت بين الأهل وصيراميكا لبيع اللاعب واللعب كان بيعمل للسيراميكا لأنه متواجد هناك منذ عام أعتقد نهاية متوقعة أفضل حل أنه خلاص يعني الموضوع يتقفل بالطريقة دي وبالتوفيق بقى للعب في أي مكان والأفضل يكون في النفس الندري كان لقف فيه بقى سنتين طبعا يعني بالنسبة للعيب ده يعني أكيد أفضل أعتقد كمان أن النادي الأهلي يقفل الملف نفسه أنه خلاص بعد عرضه للبيع خلاص الموضوع انتهى لأنه برضو للأمانة الملف نفسه كله والتصرحات بتاعة اللاعب أو وكيله يعني ما كانش ينفعين لأنه كان لازم يقف باله برضو تعالى قوة النادي الأهلي أكيد فده ما ينفعش طيب تعالى برضو نشوف في السوشيال ميديا يمكن حساب الوطن سبورت النهاردة اهتم بتفصيلة مهمة لعلاقة بتجديد عقود اللاعبين بس النهاردة معنا اسمي تاني غير الشناوي وغير حمز علاء أمو قالهم تلات يام شناوي وحمز علاء النهاردة بقول لك طلبات جديدة من رامي ربيع على تجديد عقده مع الأهلي بس في التفاصيل مش طلبات تعجزية ولا حاجة لا رامي عايز يجدد وعايز يبقى في الأهلي بس الفكرة الناس كلام ركزة على فكرة اجتماعات الكابتن محمد رمضان وأحاديثه مع العيبة للتجديد الطعام يعني يمكن برضو رامي كان موجود في قناة الأهلي فهو أتكلم وقال لسه ما أتكلم يعني فبرضو عارف انت الحوار كان واضح بس الأخبار طلقت عكس اللي قاله يعني كل واحد بقى ومصادره بيشوفها وبيبقى عام عنده ايه والدنيا بتاعته ولكن هنا بس سريعا في الحتة دي يا محمد برضو التركيز شديد جدا على النادي الأهلي حتى والدنيا هدية وحنا في فترة توقف في حين بنشوف تصراحات رسمية وفي قصص ومشاكل وفي الماتشاط ناس ممكن مثلا مش بتتخانق مع بعقبس بفيه غمز كده ما بنشوفش بقى الكاميرات المسلطة على الدكة والكاميرات اللي جواه الملعب والكواليس ونيجي بعد الماتش فلان اتخانق مع فلان ده لدرجة ان بيتم عمل مقارنات ما بين مواقف اللعيبة لمجرد بس نساوي ما بين النادي الأهلي والدنيا الأخرى عشان ما ينفعش ان النادي الأهلي يبقى في مكان تاني يعني بص احنا بنتكلم عن النادي الأهلي بنقول ايه بص احنا بنشرح ايه هنا بقى لنا ساعة بنتكلم في ايه في حين ان في المشاكل موجودة اكيد اي مكان في المشاكل انا عايز اعريلك بقى بص انت بتكلم فضية مهمة جدا تناول الاعلام الرياضي والقضايا الخاصة بالملفات المتعلقة باللعيبة في الاهل شأن وفي الاندهات تانية شأن تاني خالص وده موضوع مريب جدا جدا واتمنى يعني عادي ادي اقول اللي عايز تتكلم عن نادي الأهلي ده طبيعي نادي الأهلي ما طبيعي لازم هتتكلم عنه طب بس ادي نفس القدر ونفس الاهتمام للاندهات الأخرى فيما يخص نفس الملفات خصونا انا بقول لك حتة لو تفتكر لا تتلعبت النادي الأهلي الموسم الماضي عالدكة وهم بيبقى في مدعبة كده مع المصورين زملائنا ان هم يعني بيتخنقوا مش عارفة عشان المصورين بيقنوا لقطات الصورة جاية منين بالزبط عارف الكاتر جاية منين في مباراة اخرى احنا شفنا شدوا جذب عادي حتى لو شدوا جذب الطبيعي اللي في الملعب ده احنا لو بنلعب خماسي مع بعض هنتخنق او هنممكن نشد ما بنشوفش اللقطات دي بتتبروز فنتمنى بس ايه نبروز كل حاجة اما في النادي الأهلي نبروز الكلام اللي الإيجابي ده طب تعالى نشوف بقى حاجة تانية ممكن يعني دي نرفزك شوية النهاردة حسبك كرة بلاس نشر تاريخ وملف إصابات أشرف داري في الفترة الماضية يعني قبل ما ينتقل الأهلي بعد إصابته مع الأهلي تعرف على أطول مدة غياب لأشرف داري عن الملعب بص بقى يا سيدي قبل ما تستفز يعني الناس بتقولك إيه أشرف داري عنده إصابة مزمنة في الكحل وأنا قلت قبل كده أنا سألت طبيا الجزئية دي سواء مع الجلاز الطبي للأهلي أو حتى ده كترة متخصصين في العظام قالك باش حاجة اسمها إصابة مزمنة في الكحل طب النهاردة كرة بلاس عمرت حاجة جميلة قوي كتبت تاريخ وملف إصابات اللعب كل الإصابات التي اتعرض لها أشرف داري أيام ما كان بلعب في الوداد أو حتى مع المنتخب المغربي كلها بعيدة تماما عن الكحل أولا تمزق في الرباط الصليبي وغياب عن الملاعب حوالي 252 يوم في الفترة من 23 ديسمبر 2019 لغاية 11 أغسطس 2020 مع الوداد دي أول حاجة الحاجة الثانية خلال تواجد أشرف داري مع المنتخب المغرب في موسم 2020 2021 غياب عن الملاعب تسع أيام في الفترة من 30 يناير لـ 8 فبراير كان عنده مشاكل في الربة وبالتالي ده موضوع تاني ملوش علاقة بالكحل المرة التالتة ودي أطول فترات غياب غياب أشرف داري على الملاعب لمدة 7 أيام أثناء تواجده مع الوداد في موسم 21 في الفترة من 28 فبراير لحتى 7 مارس بسبب الإصابة في أوطار الرجبة ده ملف إصابات أشرف داري والأهل عمله كشف طبي إيه بقى فكرة الإصابة المزمنة في الكحل لو بص لو للأمانة في الخبر بتاع كورا بلاس هم مش قالين ناكح لها فيه أماكن أخرى قالت نوع إصابة مزمنة في الكحل فماشي هنقول أن التقرير بس ماشي مع الترند زي ما بنقول يقول أنه هو بيستعرض موضوع الإصابات طيب فكرة زي ما أنت قلت نحن خلينا نجنب التقرير نفسه خلاص يعني الزميل اللي عمله هو بس ممكن بيستعرض أن اللعيب بغيب له فترة الإصابة فممكن يكون وجهة نظر طيب هو سلسلة إصاباته إيه بيعرف بها الناس فيه ناس يعني الملف ده بيحبوا يتناولوا كده فدي مش مشكلة المشكلة بقى اللي أنت قلتها إن فيه ناس بتتناول فكرة الإصابة المزمنة في الكحل اللي أنا برضو عرفه وسألنا فيه وأصدقائنا الدكاترة وبيقول لك أي إصابة إصابات الكحل عموما ما تقدرش حدد ليه مدة زمنية في العودة لأنها بتبقى حسب استجابة اللعيب حسب استجابة اللعيب دي في إيه نهار ده ممكن إمتى هو مش هيبقى بيشعر بالألم أو إمتى هو رجليه مش توجعه ويقدر يدوس عليه ويكمل ووضح إنه ممكن قبل مباراة العين كان اللعيب مثلا دايس على نفسه شوية عشان خاطر أهمية المباراة وإن النادي الأهلي كان مضغوط جدا وكان واضح جدا رامي بيخرج من مباراتين لشد وياسر شد فواضح إنه هو كان عايز يبقى متواجد فممكن من هنا جات الفكرة إنه هو القلم رجعت له تاني لكن هي إصابة مزمنة أو لا؟ هي الفكرة كنا زينا تقول كده الدكاترة بيقول ما فيش حاجة اسمها في الكحل إصابة مزمنة بالضبط إنت رجليك واجعك دي دي ممكن تبدأ واجعك شهر ممكن تبدأ واجعك شهر ولا أقول لك على حاجة متعلقة بأشرف داري تحديدا هو من النوع اللعيبة اللي بيبقى الآن شوية لو عنده إصابة ما بيرجعش بسهولة بياخد وقت شوية وفي الفترة الأخيرة كان عايز يرجع يعني الجهاز الفاني كان عايز يلعبه مثلا من مباراة العين فنزل وشارك ولكن فضله دلوقتي في الأجندة الدولية لا يريح لغاية ما بقى جاهز فيما بعد وعلى فكرة في حتة كمان افتكرتها كان أعتقد دكتور مجدي عبدالعزيز لو أتذكر كان ألهالي قبل كده وأنا بتعالج عنده يعني وأنا بتعالج عنده قال لي يقوله مثلا هو قال لي اسم العيب بس مش هنقول اسمه حكي طب هو في نادي برضو آخر يعني وده كان من زمان يعني يقول لك يطلع يقوله أنه هو عنده إصابة مزمنة في العضلة الخلفية هي مش إصابة مزمنة اللي بيحصل أنه هو في فترة التأهيل تمام أسبوعين طب عايز يرجع طب يلا نرجع طب ينزل التمرين عندك وجع لا ينزل يكمل يدوس رجله اللي التمزق يرجع تاني أو ياخد مسكنات فما يحسش بالقلم فالتمزق يرجع تاني فالنهارده فيه الحاجات العضلية مش شرط كلها يتقال عليها إصابة مزمنة لكن هي بتبقى متعلقة بفترات التأهيل متعلقة باستجابة اللاعب نفسه وما إلى ذلك